اشتركوا في القناة 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 يتفضل الانسجة مثل الخشب والجدار الخلوي يتفضل الانسجة ومنع تركيبية في النبات يتفضل الانسجة كنفانين السيفالوس يوبرين هناك مركبات كيميائية تبدأ في النبات قبل الاصابة وتزداد معدلها يمتع بعد الاصابة ويحالك أن تزود المناعة للنبات يبقى الانسجة كده أي مما يلي لا يتناسب مع مكان وجودته فيه حاجة ما كان غلط طب نشوف كده ايه ايه اول حاجة عندنا الميروزيتات وقريات الدم الحمرة هل الكلام ده صح والغلط طبعا هما الاتنين فيه علاقة بينهم احنا عارفين طبعا اللي هي الميروزيتات بتهاجم اللي هي قرات مين اللي هو الدم الحمرة وبيحصل فيها تقاصل اللي هي جنسة عن طريق مين التقطع تمام اذا ده ما ينفحش معنا رقم بيه اللي هي صح والغدادة للبعودة طبن احنا عافين اللي هي صح والغدادة للبعودة طبعا لا ده هي موجودة في معدة مين في معدة البعودة اذا ده غلط بالنسبة لنا هي صح والغدادة ليتناسب معانك لاء ابها رقم بيه الاتوار المشيجية الغدادة للبعودة علانا نارى端 لم ا Knowledge رقم هذا هو الزيجوت ومعدة البعوضة الزيجوت موجود في معدة البعوضة بعد أن تدخل دم البعوضة تبدأ تكوين الزيجوت ومعدة البعوضة وكذلك يتميزنا في المعدة إجابة الصحة هو رقم من؟ رقم جيم نفتكر مع بعض أول حاجة عندنا هي خالية دم الحمرة موجود فيها مين الميروزيت بيهاجمها تمام؟ وبيبدأ يحصل فيها تقاصل الجنس عن طريق اللي هو التقاطع وتبدأ تنفجر ويبدأ يطلع منها مين الميروزيتات نيجي لي الأطوار الماشي جاية الأطوار الماشي جاية إذا ما احنا اتفاقنا موجودة فينا حتة فيه اللي هي معدة مين؟ معدة البعوضة وبيبدأ هنا يتكون مين الزيجوت عندنا اللي هو الاسبيروزيت الاسبيروزيتات ويبدأ إن كانت موجودة فينا حتة فيه اللعاب مين؟ اللي هو اللعاب اللي هي انسل الانوفلس ويبدأ تعدى مين؟ أي خلاية الدم التالية هي الأكبر حجما؟ من أكبر حجما عندنا هنا؟ الخلايا الانفوية؟ طبعا لا وحيدة النواة؟ ولا قاعدية؟ ولا متعادلة؟ طبعا وحيدة مين؟ وحيدة النواة هي أكبر حجما عندنا؟ نفتكر مع بعض طبعا دي عندنا اللي هي الخلايا القاعدية الخلايا الحامضية الخلايا اللي هي متعدلة والخلايا اللي هي مين وحيدة مين اللي هي النواة طبعا دي أكبر حجما فيهم زي ما احنا شايفين وطبعا دي مهمة لو احنا فاكرين كان بتبدأ تتحول إلى خلايا أي بل عمية عند الحاجة الشكل المقابل يمثل طفرة ناتجة عن يطرق إيه نبص كده عندنا ده عبارة عن صبغي هنا بدأ يحصل هنا زيادة عند هنا FG FGG هنا في الآخر وعند هنا الاثنين دخلوا ما كنوش موجودين قبل كده بعد الـ E دخل D والـ E تمام؟ يبقى دولة ما كنوش موجودين عند هنا اتحول الصبغ ده إلى الشكل اللي قدام ده وعند هنا كان الاثنين ده الموجودين أهمت بدأ يقررهم مرة تانية طيب يطرق الكلام ده عبارة إيه أول حاجة عندنا اللي هو تغير في تركيب جين هل يطرق القدام ده تغير في تركيب جين يعني طفرة جينية طبعا لا احنا عرفين طبعا لا هي تفرجينية بتحدث نتيجة لا هي تغير ايه في تركيب جين نفسه تمام؟ يعني يحصل تغيير في ترتيب قواعد نتروجينية ده هنا فيه حاجات زيادة وبالتالي دي بالنسبة لنا غلط ده مغرد الترتيب فقط هو اللي يحصل فيه تغيير نيجي الرقم به نقص في عدد الصبغيات نقص في عدد الصبغيات زي مثلا لا هي حالة مين؟ حالة تينر اللي هي 44 زياد اكس تمام؟ يعني فيه صبغي جنسي مثلا نقص هل هنا الصبغيات هنا حصل فيها زيادة ونقصان؟ طبعا لا هنا الصبغ زي ما هو هو صبغي واحدة ده واحدة ده واحد في زندك وأنا مفعش معنا تضاعف في عدد الصبغيات هل هنا حصل زيادة؟ هل هنا بدل ما هو صبغي واصبح فيه اتنين قدامي؟ برضك لا لا فيش ولا نقص ولا فيه زيادة نيجي الرقم ده اللي عندنا تغيير في مين؟ فيه تركيب مين؟ اللي هو ايه؟ طبعا اللي قدامي ده هو اللي عبارة ايه تغيير في تركيب مين؟ اللي هو ايه؟ الصبغي سواء حصل زيادة طبعا اللي قدامي ده عبارة زيادة عبارة زيادة هوا في ناحية زيادة أو نقص عموما يعني لو حصل زيادة أو نقص في جزء معين من الصبغي في الحالة ده بسمها تغيير في تركيب مين؟ الصبغي يبقى اللي قدامي ده عبارة ايه زيادة في جزء منين من الصبغي يبقى اللي جابه رقم ده تموت النباتات عند رأيها بماء البحر بسبب طيب دلوقتي عندي فيه نبات نبات تمام؟ هنفترض ده النبات اتحط فيه مية مية بحر اصبح هنا المية اللي برة اقل والملح اعلى وعندي هنا جوه النبات العكس عندي مية ماء اعلى وعندي ملح اقل خلينا في المية هنا مية كتيرة هنا برة مية قليلة ايه اللي هيحصل؟ كل المية اللي جوه بتاعت النبات اللي هيحصل لها تبدأ تخرج برة يعني هيحصل عملية بلزمة للنبات هيبدأ ينكمش يبدأ حجمه يقل طب هنا بقول لي رقم ألف انتفاخ خلايا الجزر هلها تنتفخ؟ طبعا الكلام ده غلط فقد خلايا الجزر المية بالانتشار هل بتفقد عن طري الانتشار؟ لا ده عن طري الخاصية قسموزية الكلام ده غلط فقد خلايا الجزر الماء بالاسموزية ايوه هي دي صح فقد اسموزية امتصاص خلايا الجزر الماء بالاسموزية لا ما فيش امتصاص حيما لنا هتبدأ ايه هتبدأ تفقد زي ما احنا نتفقنا عملاء تفقد الماء وبالتالي هيحصل Airlines انكمش اذا دي كمان غلط يبلجابة رقم grew بدراستك للشكل المقابل يختلف ايه عن بيه في كل مما يلي عادة يعني مختلف في كل الحاجات دي معدى حاجة واحدة بس متشابه فيها طب ايه اللي قدامنا ده هنا زي ما احنا شايفين ده حاجة طلع لحاجتين وبعدها حصل هنا اخصاب معنا كده احنا بنتكلم على مين على اللي هو النبات اللي هو مين النبات اللي هو المشيجي يبا ده ايه ده عبارة عن النبات المشيجي في دورة حاجة مين نبات الفيوجير وعندنا طبعا هنا بيطلع لنا زي ما احنا عارفين اللي هو حاجة فيها اللي هي انسيريديا والتاني اللي هي عبارة عن ايه مرشجونيا بيحصل بينهم اخصاب بعد كده بيتكون مين اللي هو اللقاح ثم يتكون بعد كده اللي هو النبات مين اللي هو النبات الجرسومي عندي رقم بيه ده عبارة عن نبات جرسومي اللي هو بيطلع مين بينتج مين اللي هو ايه الجرسيم طب دلوقتي بيسألنا على ايه وبيه ايه بيه اللي هو النبات المشيجي وبيه اللي هو النبات الجرسومي يا ترى هالنوع التقاصر شكل بعضه ما احنا لسه بنقول اللي هو المشيجي ده بيتقاصر عن طريق مين اللي هو فيه امشاك عندي طلعتها يعني ما احنا لدي اللي هو النبات اللي هو الجرسومي بينتج اللي هو مين الجرسيم وطبعا ده عبارة عن تقاصر ايه لا جنسي بايزا نوع اللي هو التقاصر ما ينفعش معنا نيجا رقم بيه اللي هو التركيب احنا عارفين اللي هو النبات اللي هو المشيجي بيكون شكله قلبي شكل القلب تمام ويه موجود على المؤخرة بتاعته على سطح السفل بتاعته اللي هي ايه اشباه الجزور عشان يمتص المياه ويه والاملاح وموجود كمان فيه على المقدمة بتاعته اللي هي الزوء ادمين التناسولية اللي هي بمثل اللي هي الانسريديا واللي هي ايه الارشوغونية طب نيجا للنبات التاني اللي هو النبات مين الجرسومي نحن عارفين نبات الجرسومية عبارة عن جزور عرضية وصاق وريزومة وأوراق ودي موجودة على سطحها من أسفل بصرات موجودة فيها الحوافظ من الجرسومية بيزن الشكل مش شكل بعض والتركيب مش شكل بعضهم نجي للطريقة التغذية هل متشابهين في طريقة التغذية؟ أيها هما الاثنين شكل بعض طب ليه؟ أنا عند النبات اللي هو المشيج والنبات اللي هو الجرسومي هما الاثنين عندهم أشباه مين؟ أشباه جزور عندهم إيه؟ أشباه جزور؟ عن طريقة إيه؟ أشباه الجزور ديه تناوب يمتصوا مية وإيه؟ وها الأملاح يباز أن طريقة التغذية متشابهة فيهم هما الاثنين نجي الرقم ده لعندنا الحجم طبعا الحجم بردك مختلف احنا عندنا طبعا النبات الجرسومي حجمه أكبر من إيه من النبات المشيج يبقى اللي جابة عندنا رقم مين؟ رقم جيم جميع ما يلي له تأثير مباشر على الكائنات الممرضة معدها يترى معدها مين؟ أول حاجة الفينولات الحاجة الثانية جلوكوزيدات طبعا الاثنين دول عبارة عن مركبات كميائية سمة بتقتل اللي هي كانت مين الممرضة زي البكتيريا أو تصبت مين نموة وبالتالي هنا لهم تأثير مباشر إذن دول ما ينفقه معنا الرقم جيم عندنا اللي هي الكنافانين طبعا دي عبارة عن اللي هي أحماض أمينية غير بروتينية وطبعا دي اتناه زي ما احنا عارفين ان دي عبارة عن مركبات كميائية سمة برضا بيتموت مين اللي هي كائنات الممرضة يعني تأثيرها مباشر إذن دي كمان متنفحش معنا نيجي رقم دال رقم دال طبعا دانا هي الإجابة اللي هي انزيمات نازع السمية طب ليه؟ احنا عارفين طبعا اللي هي انزيمات نازع السمية دي عبارة عن بروتينية أصلا دي غير موجود أصلا فين في النبات تمام؟ وبتبدأ تفرز ويتم انتاجها نتيجة الإصابة طب بتعمل ايه؟ بتتفاعل مع السموم اللي بتفرزها مين كائنات الممرضة تمام؟ وتبدأ تحولها إلى مركبات غير سامة يبقى هنا التأثير غير ايه؟ غير مباشر وبالتالي اللي جاب عندنا رقم مين؟ رقم دال في حالة عدم حدوث اخصاب للبيضة في هنس الإنسان في أي مما يلي صحيح في حاجة هنا صح يا ترى ايه اللي صح عندنا؟ أول حاجة يزيد حجم الجسم الأصفر خلي بنا هنا نقول لعدم حدوث اخصاب مفيش اخصاب للبيضة يا ترى حجم الجسم الأصفر يزيد؟ لا طبعا ده هيبدأ يقل ويضمر ويبدأ يتحلل وبالتالي دي غلط رقم بيه؟ ينخفض افراز اللي هو الاستروجين يا ترى الاستروجين هيقل ولا يزيد؟ احنا عارفين الاستروجين بيفرز منين؟ بيفرز زي ما احنا عارفين من حواصلة مين؟ جراف تمام؟ وطبعا ده بيعمل عن امامين؟ بطانة الرحم وبالتالي هنا مش هينخفض ده المفروض يزيد وبالتالي دي كمان غلط رقم جيم عندنا تبدأ حواصلة جراف في التكون تبدأ حواصلة جراف في التكون هي حواصلة جراف اصلا بتكون امتى؟ ده بتكون في البداية اصلا يا ملاش علاقة بالقصة كده؟ تمام؟ نيجي بعد كده احنا عارفين طبعا بالنسبة لحواصلة جراف احنا عارفين طبعا اللي هو الـ FSH زي ما احنا عارفين لو بيفرز من اللي هو الفصل امام الغودة النخيمية بيروح عشان يعمل عملية نطج مين لحواصلة انجراف اللي هي مغود داخلها اللي هي البويضة وطبعا الكلام ده بياخد حوالي عشرة ايام برضك ده ملاش علاقة رقم ده اللي عندنا ينخفض مستوى البرجسترون يقل مستوى هرمون البرجسترون طبعا ده اللي هيحصل معنا احنا عارفين طبعا اللي هو البرجسترون المهمة الرئاسية بتاعته بيبدأ بيؤدي الى زيادة بيؤدي الى زيادة اللي هي سنك مين بطونة مين الرحم وطبعا ده بيفرز منين من اللي هو الجسم مين الجسم الاصفر دلوقتي مفيش حمل وبالتالي الجسم الاصفر اللي يحصل له هيبدأ يضمر وبالتالي لما يبدأ يضمر اللي هو الجسم الاصفر هيقلم معنا مين اللي هو مستوى مين البرجسترون يبقى الإجابة رقم دال المخطط المقابل يوضح احدى تقنيات اللي هو الدين ايه يمثل كل من المركب سين والمركب صعد على الترتيب يا طرق ايه نبص الشكل كده عندنا ده عبارة عن بلازميت هنا بدأنا نعمله عن طريق اللي هو انزيمات اللي هي القصر اللي هو ايه هنا دهنا اطراف اللي هي لاصقة وعندنا هنا قطعة من اللي هو الدين ايه عملناها بنفس انزيم اللي هو القصر اللي هو ايه وعنده هنا طلعنا منه اللي هو الجين اللي هو الانسولين بدأنا هنا يكون اللي هو مركب عندي هنا نتيجة اللي هو التحاد اللي هو البلازميد مع اللي هي قطعة اللي هي الدين ايه تمام اللي هو الجين يعني اللي هو الجين الانسولين وهنا دخلناه الى خلية بكترية بعد ما عملتها هذا نهاد فهو ملقمة لزر ج没有 أو س sins 从 المعدل التحدي و من يatti الم 입니다 الهيرمونات مركب Lz ده What's the muscle I How هذا هو صد عبارة عن مين الذي فصلته في النهاية انا انتجت ايه اصلا الموضوع ده كله باستخدمه ليه؟ علشان اطلع هيرمون انا دلوقتي دخلت مين؟ جين انسولين طب الجين ده استخدمته ليه؟ علشان استخدمه لانتاج مين هيرمون الانسولين يبقى عندي صد اللي هو النتج النهاي ده اللي هو عبارة عن مين عبارة عن هيرمون الانسولين حين عرفنا ما؟ لان هنا استخدمت مين إلا هو جين مين؟ جين لو الانسولين طيب انا عندي ده كان ايه؟ بلازميد صح؟ فده بالنسب لي سين سين ده هيسميه ايه؟ بلازميد معادلة اتحاد طيب ماذا معادلة اتحاد؟ دلوقتي عنده في اختيارات لفيدية الديني باشري وفية خطرة من ديني وفي بلازميد معادلة اتحاد 명oln ام فيهم؟ طبعاً ده عبارة عن بلازميد معادلة اتحاد طيب يعني أيه معادلة اتحاد قصلا؟ معناه ان انا اخذ جزء من اللي هو الدين او اللي هو الجين اللي عندي حطته فين؟ فيه كائن حي تاني فعشان كده بسميه ايه? اللي هو بلازميد معاد اللي هو ايه؟ الاتحاد اللي هو ايه سين يبقى عندك كده الاختيارات رقم الف طبعا مش هتنشي معنا بقول لي دي ان ايه باشري لأ لابتكلمنا على مين على ايه؟ الكلام ده غلا طبعا رقم بكطع من الدين ايه طبعا لا بلازميد معاد الاتحاد ايه ودي صح معنا طيب نيجي بعد كده عند رقم صادة عندنا احنا قلنا ايه هرمون مين هرمون الانسلين وعرفنا زي ما احنا اتفقنا منين من الجين اللي احنا حطناه مع مين مع البلازميد وعملناه معهم الاتنين عن طريق انزمات مين اللي هو ايه القصر يبا ازا عندي صادة اللي هو ايه هرمون الانسلين بالإجابة كده رقم مين رقم جين الجدول التالي يوضح الانقسامات الميوزية لبويضات امرأة على مدار عد الشهور متتالية من الشهر الاول لشهر السادس ده انقسام الميوزي الاول في الشهر الاول وعدين الرابع والخامس انقسام ميوزي تاني في الشهر الخامس فقط طيب يتوقع حدوث حمل في الشهر طب هنسأل نفسنا سؤال هو الانقسام الميوزي التاني ده هيحصل امتى احنا عارفين طبعا الانقسام ده انقسام مشروط صح والله بسميه مشروط او بسميه مؤجل طب موجه اللي امتى ليه لحظة دخول مين الحيوان المنى وداخل ايه البيضة حتى تحدث عملية مين الاخصاب كلام ده حصل فين في الشهر الخامس فقط يبقى عندنا اليجابة رقم مين رقم ج في شكل مقابل الخلايا سين وصاد وعين هي يطر ايه ومديني هنا سين يا خلايا بالعمية يا تاقية يا باقية طيب نشوف كده الشكل اللي قدامنا هنا زي ما احنا شايفين اللي هو الزمن عندنا وده نشاط اللي هو الخلايا وعندنا هنا بداية الاصابة بالميكروب يعني مناعة اولية تمام احنا عارفين طبعا هنا يبدأ هنا يزداد معنا اللي هو تركيز اللي هي الاجسام المضادة والاجسام المضادة هتنتج عن طرق مين اللي هي الخلايا مين يطر ايه طبعا غلط يطر التقية برضا غلط ملاش علاقة باقية ايوة يبا ازا كده جيب معايا وده المعايا يبا عندي هنا اللواسين هنا بالنسبة لنا هيمثل مين اللي هي الخلايا مين اللي هي الخلايا ايه اللي هي الباقية علشان تنتج مين اللي هي الاجسام المضادة تمام طيب احنا عارفين طبعا اللي هي الخلايا الباقية دي تنهوة تبدأ تنشط ويبدأ احصال عملية تضاعف وعملية تقاصر وتبدأ تنتج اللي هي حاجتين خلايا باقية اللي هي زاكرة اللي هي اصبحت هنا مستمرة معي موجودة عندهم مع الزمن وتقعد في الدم من 20 ل 30 سنة ده بالنسبة للصاد يمع عندي صاد عبارة عن مين عبارة عن اللي هي الخلايا ايه اللينفاوية الباقية ايه الزاكرة يبدي خلايا زاكرة اليمين اللي هي الصاد طيب وعندي هنا اللي هو الجزء اللي هو طلع الاعلى ده كده اللي هو نشاط الخلايا ده ده بيما السلمين اللي هي عملية الانقسام وعملية اللي هي التضاعف تمام وطبعا ده بيسمي اللي هي الخلايا مين الباقية البلازمية يبع عندي ده اللي هو يعتبر جزء اللي هو عين ده يعني كده اللي هو عبارة عن مين عبارة عن اللي هي الخلايا ايه الباقية البلازمية طبعا ده اللي هي تنتج مين اللي هي الاكسام مين المضادة طبعا بتقعد وقت معين ويتبعد بعد كده تبدأ التقيل معنا بعد القضاء على الميكروب والكلام ده طبعا بيتام عن طريق يمين عن طريق اللي هي التي اس اللي هي الخلايا اللي هي المصبطة تفرط اللينفو قائنات واللينفو قائنات يبدأ يوقف مين هي الخلايا الباقية عن إنتاج الأجسام المضطة نشوف كده الاختيارات احنا قلنا ألف و بي غلط بالنسبة لنا تفضل لجي مودال احنا قلنا سين باقية تمام نيجل صاد صاد عندنا احنا قلنا صاد عبارة عن مين خلايا اي زاكرة باقية بلزمية ولا زاكرة يبقى اي زا نجابها معنا مين رقم دا لها طبعا انت هي غلط زاكرة وعند اللي هي عين اللي هي تمسلمين اللي هي الباقية البلزمية لحد هنا وبعد كده بتبدأ تقل معنا نتيجة قولنا اللي هي مين إفراز بروتينات مين اللينفو قائنات اللي هي بتبدأ توقف الخلايا الباقية عن إنتاج مين الأجسام المضطة يبقى الإجابة رقم دا لها عدد عظام الشكل المقابل يترك 25, 37, 39, 42 طبعا دا بيمسلمين القفص الصادر زا ما احنا عارفين احنا عارفين طبعا القفص الصادر بيتكون من 12 زوج من الدلوع يبقى اول حاجة عندنا 12 زوج من الدلوع تمام يعني 24 لان الزوج يعني اضراف 2 يبقى 24 وعنده عدمة القص تمام وعندنا منورة فيه اللي هي الفقرات طبعا الـ 12 زوج هيتتصر بإيه بـ 12 فقرة يبقى عندنا فيه 12 فقرة عندنا نجمع دول كده هذا كده 13, 37 37 هنا خليبين هنا ازود عليهم كمان فيه فقرتين عنده هنا لان ده ده اخر ضلعين هو اخر الزوج اللي هي الدلوع العقامة احنا عارفين اخر الزوج عندنا موجود فيه اللي هو الفقرة رقم كام 19 يبقى عند الفقرة 21 فيه فقرتين كمان وما تيبقى زود عليهم كام 2 كمان هيصبحوا كام 39 يبقى الإجابة 39 يبقى ثاني الـ 24 ده عبارة عن الضلوع 12 زوج تمام 12 زوج عندنا واحد ده اللي هي عظمة مين عظمة القص اللي هي في المص عنده هنا اللي هي 12 فقرة فقرة زهرية تمام يطلع لكام 37 هزود عليهم الـ 2 اللي هي مين الفقرتين دول كمان فقرتين هم تمدهم اللي في الرسم هزود عليهم الـ 2 يطلع لكام 39 من الشكل المقابل اي اللي اختيار رب الجدول التالي يعتبر صحيح طيب عندي هنا اول حاجة التركيب سين صاد عين نغص كده لسين اول حاجة عندنا سين زي ما احنا شايفين دي عبارة عن عضلة ودي عبارة عن عظمة يعني هتربط عضلة بعظمة يعني كده بتكلم على مين على اربطها الاربطة زي ما احنا عارفين بتربط اللي هي العضلة بيه بيه اللي هي العظام طيب نيجي نشوف بعد كده صاد صاد زي ما احنا شايفين كده دي اللي هي عبارة عن عضلة وعندي شوهر اللي على مين على ايه اللي هي عظمة أعزوهم نشوف كده اللي هي ماشي معنا أول حاجة عندنا بقول لي تركيب سين احنا قلنا عبارة ايه عبارة اربطه بقول لي يربط العضلة بالعظمة يماشي معنا ايوه صح طيب كده دي معنا رقم بيه يربط عظمة بعظمة هالكلام ده صح اللي بيربط عظمة بعظمة زي ما احنا عارفين اللي هو مين اللي هي الاوطار اذا ده بالنسبة لنا كده غلط يتكون من نسيج الضم يماشي معنا يساعد في حركة العظام ممكن يماشي برضك طيب نيجي بعدك نشوف صاد صاد احنا قلنا عبارة ايه عبارة عضلات تمام نيجي هنا صاد وحداته البنائية اللي في العضلية والعضلات هي الوحدة البنائية بتاعتها اللي هي اللي في العضلية اللي هي مع بعضها بالكولي الحزم العضلية بايزان ده كمان صح ده صح وده صح يتكون من احماض امينية تمام يتكون من احماض امينية يماشي معنا برضك لانه عبارة عن بروتين يدخل في تركيب الجلوكوجين الجلوكوجين يماشي معنا يتأثر بالسهل العصبي ويتأثر بالسهل العصبي طيب نشوف رقم عين رقم عين احنا هون رقم بيدي خلاص نلقينا على جنب ده بالنسبة لنا خلاص اقول لا ايه ملغية ملاش بش علاقة بيها نيجي رقم عين عين احنا اتفنمين اللي هي العظام يتكون مداخله خلايا الدم الحمرة وصح الكلام ده نحنى عارفين طبعا النخاء العظام وطبعا يتكون نحنى اللي هي كرة الدم البيضى وخلايا الدم الحمرة وصفائح الدموية فازن ده كده بالنسبة لالف فيها الاجابة طيب نشوف الباقيين بالمرة يتبع لهائكل محوري هل ده تبع لهائكل محوري ده تبع لهائكل الطرفي ما ينفعش معنا يتكون عنده مفصل محدود الحركة فيها اي من النباتات التالية يتم استهلاك الاندوسبرم من قبل الجنين اثناء تكوينه احنا هو باستفرق البصل وحصل لاتبول كيفية احدث الاندوسبرم في احدث الزور للبصل يمتصد رقم يمتصد رقم كيفية الدورة الله هذا بالبصل من الزوات الفلقة الوحدة وحصلة الاندوسبرم الجنين بتغزعنا مين على الاندوسبيرم إثناء تكوينه اللي همحي طبعا ما يفعش معنا عشان ده من زوات اي الفلقة الوحيدة وبالتالي هنا الجنين بيحتفظ بايه بالاندوسبيرم يبال إجابة رقم جيم الروابط الكيميائية في جزئ الدين ايه هي روابط نوح يا ترى احنا عارفين طبعا في نوع من الروابط اول نوع عندها اللي هي روابط التساومية طبعا ديت موجودة بين اللي هو موجودة في هيكل السكر فوسفات بين اللي هو مجموعة فوسفات واللي هو سكر دي اكسر يبوز وعندنا كمان اللي هي الروابط مين اللي هي الهيدروجينية اللي هي موجودة بين اللي هي القواعد الهيدروجينية وبعضها يبال إجابة عندنا اللي هي رقم مين رقم جيم ماذا يحدث فيها اليوم الرابع عشر اليوم الاربع عشر من بدء الطمس اول حاجة عندنا ينخفض مستوى هيرمونية البرجيسترون والاستروجين هم الاتنين مع بعض هل الكلام ده صح طبعا الكلام ده غلط احنا عندنا طبعا اللي هيقل اللي هو الاستروجين ويرتفع مين اللي هو البرجيسترون ترمد غلط رقم بيه يرتفع مستوى هيرمونية البرجيسترون والاستروجين هم الاتنين هرتفعهم برضا غلط احنا للسعيدين مين اللي هيقل معنا اللي هو الاستروجين مين اللي يزيد اللي هو البرجيسترون ينخفض مستوى هيرمونية البرجيسترون ويرتفع الاستروجين لا العكس رقم دال ينخفض مستوى هيرمون الاستروجين ويرتفع مستوى هيرمون الاستروجين في اليوم الهربعة عشر عندنا هنا الاستروجين بدأ يقل معنا وفي نفس الوقت يبدأ يزيد معنا مين اللي هو هيرمون مين اللي هو البرجسترون اللي هو بيزود سمك بطنة مين الرحم اي العضاية التالية لا يحتوي على غضة صماء اول حاجة المعدة اي رأيكم؟ طبعا المعدة ما تنفعش معنا لي عشان بتفرز اللي هو هيرمون مين اللي هو الجسترين وبالتالي ما تنفعش معنا بينكرياس ده عبارة عن غضة صماء احنا عرفين طبعا بيفرز اللي هو حاجتين اللي هو اول حاجة الانسولين والحاجة التانية اللي هو جولاكوجون اذا ما ينفعش معنا المريض طبعا دي اللي جابه لان ده مفقوش غضات صماء طب الي ما معنا الدقيقة عندنا باردك ديت غضة صماء بتفرز المخاط بتاعها المبطن بتاعها بيفرز اللي هو سكيرتين والكلسوسطو ايه قينين يبقى باردك ما ينفعش معنا يبا ازا الاجابة عندنا اليامين رقم جيم التعقيم الجراحي يمنع حدوس الحمل الطبيعي نهائيا تعقيم جراحي سواء للأنسة تمام هيتربط قناتي فالوب هيمنع لووة وصول البيضات إلى الراحم وعملية الإخصاب لو عملت عملية تعقيم رباح الجراحي الرجل ربط الوعاء الناقل هيمنع برضك وصول الحوانات المنوية اللي هي البيضة في الحالتين هنا همنع مين اللي هو الحمل الطبيعي نهائيا وبالتالي العبارة دي تصح نيجي الرقم العبارة الثانية يحمي التعقيم الجراحي من الأمراض المنقولة جنسيا كالإدز طبعا الكلام ده غلط ملوش علاقة أصلا لأن ده بتتنهل عن طريق مين اللي هي العلاقات الجنسية الشازة تمام وبالتالي هنا بين المين اللي هي أمراض زي إيه زي الإدز يبقى إذن العبارة دي ده غلط ملوش علاقة بالموضوع يبقى أول واحدة صحة الثانية غلط اللي تنصح لا يبقى عند أولونا صحة والثانية غلط بالإجابة رقم مين رقم جين الأشكال التالية توضح مراحل عمل الأجسام المضادة والخلال بالعمية الكبيرة في القضاء على الانتجين أي مما يلي يمثل الترتيب الصحيح للأحداث ومدين هنا مجموع من الأشكال من واحد لأربعة طب أول حاجة يلي بيحصل عندنا إحنا عارفين طبعا ما يبدأ يحصل الدخول الدخول الذي يحصل على مناسبة كائن حي الانتجين يبدأ عندنا اللي كانت الممرضة مثل الباكتيريا الذين تحمل على سطح الخريج الانتجين يبدأ يتعرف عليها ومين هو الخلائة الخلائية ليتقوم بمين والأقسام مضادة والأقسام مضادة تبدأ تلتصج بها يبدأ عندنا رقم اثنين نناسبنا رقم واحد لذا يبدأ عندنا نبدأ بأول حاجة اللي هو رقم كام رقم اثنين يبدأ أول حätzen رقم 2 يحصل الارتباط في نفس التوقيت ببداية الخلاقة الكبيرة وتبدأ تبلع الوال انتاجين و تبدأ تدد رقم 4 بعد بداية تبلع الوال انتاجين توجد تفكيكم ا streams وتبدأ ترتبط الأجزاء ببروتين مين التوافق النسيجي الى الام اتش سي هنا حصل عملية ارتباط مع مين مع بروتين التوافق مين و ايه النسيجي بعد رقم 1 تعتبر مرحلة ثالثة اخر مرحلة عندنا بيبدأ بعد كده المركب اللي هو تكون هنا عنده هنا نتيجة اللي هو الانتجين مع اللي هو بروتين التوافق النسيجي هيبدأ يطلع فينا حتى على سطح مين اللي هي ايه الخلايا البلعمية ايه الكبيرة في الحالة ديته انه مسميها خلايا بلعمية عارضة اللي هي رقم كام رقم 3 يبقى عند الترتيب الصحة قدام 2 4 1 3 2 نبدأ ب2 يبقى عندها 2 4 1 ايه 3 باليجابة رقم مين رقم بها عدد الوحدات الحركية عدد الوحدات الحركية مكونة لعضلة هيكلية تتكون من عشر حزم عضلية يتكون كل منها من خمسين لف عضلية ترك مواحد مية الف آه 10 لاف دلوقتي عاوز مين عاوز عدد الوحدات مين اللي هي ايه الحركية طيب احنا عرفين طبعا اللي هي الوحدة الحركية عبارة مجموعة مين اللي هي الياف العضلية اللي هو مداني هنا وخليها عصبية تده ايه تغذيها طيب نضرب الاتين في بعض نضرب اثنين في بعض عدد الالياف العضلية بتساوي عشرة في كم في خمسين يطلع لي خمسمية خمسمية ليفة ايه عضلية ده اول حاجة هنجيب بعد كده عدد مين عدد الوحدات الحركية هاسم احنا عارفين طبعا اللي هي كل ليف عصب يحرك بيغزيه قد ايه من خمسة بيغزيه من خمسة الى ميت ايه من خمسة الى ميت ايه ليف ايه عضلي تمام كل عصب بيغزيه لمن خمسة المية وبالتالي عندي هنا اللي هي الخمسمية اللي عندي دي هنا يبدأ اسمها على كام اسمها على خمسة يبقى عندي خمسمية على خمسة هيطلع لي كام هيطلع لمية يبقى عندي اللي هي عدد الوحدات الحركية كام اللي هي مية اللي جاب رقم مين رقم بيه عدد مجموعات الخصفات الحرة في البلازميد 0124 ما احنا عارفين البلازميد عبارة عن جزاية دائرية صغيرة دائرية من ايه من الدين ايه دائرية تمام يعني هنا مفيش أطراف حرة عندنا وطبعا دي هي لا تتعاقد بوجود مين البروتين يعني معنا كده مفيش عندي مجموعات فوسفات حرة يعني اللي جابة اللي هي رقم ألف اللي هي سفر تقوم المتممات بدورها المناية عن طريق أول حاجة التهام مسبب المرض هل هي اللي بتلتهم طبعا لا ده الخلايا البلعمية الكبيرة وبالتالي دي غلط رقم به جذب الخلايا البلعمية اللي بيهم بالكلام ده مين اللي هو الكيموكاينات وبالتالي دي غلط الربط بين خلايا الجهاز المناعي المختلفة طبعا اللي بيقوم بالكلام ده اللي هي مين اللي هي الانترليكوينات وبالتالي دي كمان غلط رقم دال عندنا تسهيل التهمس مسبب المرض أي وهي دي اللي جابة عندنا رقم مين رقم دال احنا عارفين طبعا اللي هي المتممات بتضمر اللي هي المقربات الموجودة في الدم بقى الكلام ده امتى بيحصل امتى بعد ارتباط مين المتممات بايه بعد ارتباط اللي هي المتممات مين بالأجسام مين المضادة وتبدأ تحل المين اللي هي الانتجينات وبالتالي هنا بتسهل على اللي هي الخلال بالعمال الكبير انها تبدأ تلتهم اللي هي البقية دي إذا علمت أن البراميسيوم حيوان أولي يتقاصر بالانشطار السنائي يعني تقاصر لا جنسي زي اللي هي الأميبة وأحيانا باندماج أنوية يعني معنا كده تقاصر تقاصر جنسي باندماج أنوية خليتين معا في ضوء ما درست أي من العبارات الائتية تعتبر صحيحا تعبر تعبيرا صحيحا عن الناس للناتج طيب نشوف كده الاختيارات أول حاجة عندنا يقول للأفراد الناتجة من انشطار السنائي اللي هو التقاصر مين اللي هي جنسي أقصر تكيفا مع ظروف البيئة المتغيرة هالكلام ده صح طبعا لا ده العكس المفروض الجنسي هو اللي بيتلاقي مع مين مع ظروف البيئة إنما عندي هنا اللي هو التقاصر الجنسي التقاصر اللي هي جنسي ده بيطلع لي أفراد مشابهة تماما لمين ليه الفرد الأبوي وبالتالي هنا ما بيكونش أقصر تكيف وبالتالي العبارات هي غلط بيكون طبعا إيه أقل تكيف رقم بيه الأفراد النتجة من اندماج الأنوية اندماج الأنوية عن التقاصر جنسي أقصر تكيفا مع ظروف البيئة المتغيرة أيوة العبارات يتصح حالفيه طبعا التقاصر الجنسي هنا الفرد هنا بيجمع بين صفات اللي هم الخليطين اللي هم عندهم مع بعض وبالتالي هنا بيكون أقصر تنوى مع مين مع ظروف البيئة اللي هي متغيرة حواليا رقم جيم الأفراد النتجة من انشطر السنائي اللي هو اللاجنسي واندماج الأنوية اللي هو الجنسي لا تستطيع التكيف مع ظروف البيئة المتغيرة كلام ده طبعا غلط إحنا قلنا ميلي بتكيف اللي هو الجنسي إنما اللاجنسي لا يتكيف دي غلط رقم دال معظم الناس للناتج من اندماج الأنوية اللي هو الجنسي يعني معرض للهلاك إذا حدث تغير في البيئة طبعا الكلام ده غلط لأن ده قلنا بيكون أقصر تكيف مع ظروف البيئة وبالتالي الإجابة رقم به الشكلان المقابلين يوضحان نوعين من أن يكلوا اعتداد أي مما يلي ينطبق عليهم طبعا دي حلاء دي حلقتين وهنا خلي بان هنا من السكر هنا زي ما احنا شايفين هنا فيه اتش بس عند هنا فيه او اتش يعني هنا فيه زره تكسوجين مقصة هذا هو منقص مين معنقص اللي هو الاكسوجين اللي أنا مسميه سكر اللي هو الد week د Idee عدنا طبعا ده ل idée عندنا طبعا ديات las سكرMeen سكر ريبوز وطبعا ده موجود فيه اللي هو ال R NA طيب حلو dishwasher مقدر كان يمكن اختيارات تمال هذه هي عبارة حلقة واحدة بسمية البراميدينات يامتن تي يامتن مين يامتن السي سيتوزين يامتن سينين وده اللي هي حلقتين اللي هي بتشمل حجم الاثنين يامتن اللي هي اليدينين يامتن الجوانين يدينين او الجوانين نيوم قصة الاختراك كده اول حاجة عندنا بقول لواحد يرتبط باثنين في جزئة دين واحد واثنين يرتبط مع بعض ما احنا قلنا ده اصلا موجود في دين ايه انما ده موجود في مين في الارين ايه ازا ده ما انفعش معنا واحد ترتبط باثنين في ارين ايه ارين ايه ده طبعا ده شريط مفرد اصلا ما انفعش معنا تمام؟ اه رقم جيم واحد توجد في دين ايه تمام ده موجود في دين ايه ازا ما احنا اتفقنا واثنين موجودة في الارين ايه تمام يا بيزن دي العبارة الصح لرقم جيم أفضل طرق عمل الأجسام المضادة هي طريقة التعادل نحن عارفين طبعا التعادل أن الجسم المضاد يرتبط بالأغلاف الخارجية بتاعت مين بتاعت الفيروس وبيمنحها من التساق بأغشية مين اللي هي الخلايا تمام؟ والانتشار عندنا رقم به اللي هو التلازن التلازن اللي كان بيشتغل فيه اللي هو كان أقوى عندي جسم المضاد اللي هو IGM اللي احنا فاكرين والاي جي ام زي ما احنا عارفين عنده أكتر من موقع ارتباط عنده عشر موقع ارتباط فبيرتبط هنا بأكتر من انتجين ايه في نفس الوقت وبالتالي ده بيعتبر أفضلهم تمام؟ رقم جيمة عندنا اللي هو التحلل طبعا عندنا اللي هي بعد ما بيبدأ يرتبط اللي هو الجسم المضاد مع الانتجينات بتبدأ تشتغل اللي هي المتممات وتبدأ ايه تحل المين اللي هي الأغلفة بتاعت مين الانتجينات رقم ده اللي عندنا اللي هو الترسيب وطبعا ده بيحصل بالنسبة المين ليه اللي هي بعض اللي هي الانتجينات اللي هي ايه بيكون ايه دايبة بيبدأ هنا الجسم المضاد بيرتبط مع الانتجينات وبيبدأ يكون مركب ايه غير دايب فأفضلهم هنا لو يعتبر مين اللي هو ايه التلازل وهنا بنعتبر ان هو افضلهم يعني على اساس ان الجسم المضاد زي ما احنا قلنا بيبدأ بيمسك اكتر من انتجين في نفس الوقت احنا قلنا الجسم المضاد لو ايه جي ام بيحتوي على عشر مواقع اللي ايه اللي ارتبط بايه بالانتجينات وبالتالي هنا هيبدأ يحتوي او يبدأ هنا يلتصب بايه باكتر من ميكروب في نفس ايه في نفس التوقيت بعد كده طبعا بتيجي الخلالة البلعامية اللي هي الكبيرة بتبدأ ايه تلتهم ايه اللي هي الانتجينات ديت جميع ما يالي من خصائص الفيروس ما عادة في حاجة واحدة بس ليست من خصائصه ايه يا ترى اول حاجة بولي ان مادته الوراثية قد تكون ار اين ايه ار اين ايه زي الفلونزة دي اين ايه زي اللي هو البكتيريوفاج تمام وبالتالي ديت عبارة صحيح انا منظر على الحاجة غلط تمام دي مش هتنفع معنا انه يستطيع التضعف داخل خلية اوليات النواة ايه رأيكم ما كان بيحصل عاملية التضعف لا فاكرين لو احنا فاكرين لو قيمات البكتيريا اللي هي البكتيريوفاج كان بيهاجم من الخلية البكتيرية او الخلية البكتيرية من اوليات النواة وكان بيتضعف داخله بيطلع عليه بعد نص ساعة حوالي اللي هي ميد فيروس وبالتالي دي كمان ما تنفعش معنا عشان الكلام ده صح رأيكم جيم انه يستطيع التضعف داخل خلايا حقيقة النواة ايوه برضك بيحصل الكلام ده جوه الانسان او اي كائن حقيق النواة وبالتالي دي كمان ما تنفعش معنا رقم ده انه يستطيع التضعف في حالة غياب العائل لا طبعا دي ما تنفعش لان الفيروس ده طالما هو خارج العائل بره بيكون زي الجماد بالظبط لان الفيروس ده ليس كائن حي وبيجمع بين صفات الكائنات الحية والكائنات الغير الحية بره الكائن الحي زي الجماد تمام لا يستطيع التضعف يتضعف امتا وينشط امتا لما يبدأ يختارك مين جسم مين الكائن الحي وبالتالي اللي جاء عندنا رقم مين رقم ده من الشكل المقابل الذي يوضح عملية التقاصر في طحلوب الكلاميدومونس احد التحالب وحيدة الخلية الأفراد النتيجة من هذا التقاصر يترى ايه صفاتها نشوف كده الشكل عندنا عندنا هنا زي ما احنا شايفين اللي هو فيه فارد سين فارد تاني صد هنا بيبدأ يقربهم بعض عن طريق الاقتران ويبدأ هنا يحصل عملية اللي هي تقاصر جنسي تمام عن طريق الاقتران ويبدأ يتكون لقاح اثنين نون تمام يبقى عند ده نون وده نون ويكون اللي هنا اثنين ايه اثنين نون وبعد كده بتبدأ اللقاح ده هنا ياخرج مين اللي هيpeople الجديدة وطبع لابد 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 الإنسان الافراد الوصول يحتوى على نفس المادة الورصية مشابه لها من حيث المادة الورصية يعني ديتم بتنون وبالتالي الأفراد النتيجة كمان هanna une بقول ذلك الرقم أ الف الأفراد النتيجة بيكلمناؤها أحدية المجموعة الصبغية تمام صح وتشبه الفرد سين أيوة في صفاته طب وصد راح فين يبقى زين كلام ده غلط ويبقى تاخد صفات من ده ومن ده عشان ده عملية اكتران يعني تقاسر جنسي رقم بي أحدية المجموعة الصبغية تمام وتجمع بين صفات الفردين سين وصد إيه رأيكم صح وزيل فل يبقى تاخد صفات ده وصفات ده عشان ده تقاسر جنسي رقم G سوناية المجموعة الصبغية لا هي من السوناية هي أحدية سوناية المجموعة الصبغية لا كلام ده غلط هي أحدية مين المجموعة الصبغية وبالتالي الإجابة رقم مين رقم B إذا كانت سين تمثل الضلع السابع يبا سين ديت عبارة الضلع هيه؟ الضلع اللي هو رقم سابعة فإن رقم الفقرة صاد اللي هي عندي دي ترى كام؟ 7, 14, 16, 19 طب ده الضلع كام؟ السابع إحنا عايزين نعرفين الفقرة دي رقم كام أصلا؟ إحنا عارفين طبعا هنا هنبدأ نزود عليه اللي هي 7 فقرة مين عنقية يبا 7 زي 7 يطلع لي كام؟ 14 يبا ديت يعتبر اللي هي الفقرة رقم كام؟ الفقرة رقم 14 طيب دي 14 يبا دي كام؟ 15 دي كام؟ 16 يبا الإجابة رقم كام؟ 16 يارب يكون فيهمنا؟ لا تنسناش من صالح تعواكم يارب كده بالتوفيق للجميع كان أمامكم أسترطار وصلاة الله عليكم ورحمة وبركاته